معانا اتصال تليفوني من نجمة هستغل الفرصة دي وقال لها ألف 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 مبروك على دورك الفزيع اللي كان لذيذ جدا وناجح جدا برضو في رمضان في مسلسل حكايتي وهي صاحبة الأدوار الصعبة هي كمان متغيرة ومتلونة وبنحبها قوي 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 هي النجمة الجميلة وفاق عامر الله أنا بموت فيها أنا بموت فيها يا روح أخي أنا بحبك يا روح قلب حنة العفو العفو يا حببتي الله يا أخي هواقل الناس بجد اللي كنت بحب أتفرج عليهم جدا جدا في رمضان يا حبب إنكم حاجة جميلة جدا جدا وبصراحة لما بتفرج عليكي بحس إن الفن بخير بحس إن فيه لسه أمل إن يتولي بجيب جيل جديد جيل بيروح حلوة جيل متفاني جيل مخلص للمهنة بجد بيبقى شرف لينا إن بنزيد كل شوية حد بقيمتك وبقدرك وكده وإنتي فنك صغير العفو يا حبيبتي ده ده هو الفن بخير طول محضرتك فيه ده أنت أمر ده أنا بحبك حبي خرابي أنا حاولك على حاجة على الست دي أيها الست دي بميس راجل يعني أنا لأ بجد والله أنا بجد عارفة اللي بتشجع دايما اللعبة الحلوة وبجد مفيش حد جديد قديم صغير كبير بتكون مبسوطة بيه عارفة اللي هي نفسها تشوف الدراما أو الفنانين يعني إننا عايزة عايزة والله العظيم يعني أنا لما استدفتك كلمت على كل الأجيال الصغيرة وكان بتاعت تقولي وحتشوفي ده هيعمل إيه وحتشوفي ده هتعمل إيه صح ولا لا يا أستاذة وفاء يعني بجد والله على طول عارفة غيورة علينا غيورة على نجوبة والله أنا حقولي الأساني كده حنام مطوع لأنها طبعا تربط في بيت فني محترم ومدارس في الأداء في مثلا أستاذة العظيمة ساوسا بدر آه كميلة دهام عبدالغفور في من نشالة دي فيه آيتن عامر مش عايزة أقول طبعا من ضمنهم في الأول يعني آيتن عامر طبعا طبعا فيه ناس فيه ناس بجد يعني خايفة أكون نسيت حد فكريني حنا من زميلنا من تاني كتير بس أنت بجد بجد آآ وفاء عامر بلنا تقع على فرحانة وبتشجع وتقولي هتشوفي ده حتى بقائي هتشوفي ده حيعمل إيه وانا بقى هي بكامل إيه هي لأ هي بقى في حتة تانية خالص ده حتى كبيرة قوي ومختلفة وصدقة وبتنور أي حتة هي بتحطي فيها ربنا يخليكي وانا عايزة بس أقول إن بجد بجد أنا بحبك وانا كمان يا حبيبتي وعندك تفاصيل محدش بيجي نحيتها يعني بتعدي تعملي تفصيلة في مشهد الواحد بيقف قدامها يفكر بعد ما الحلقة بتاخذك فربنا يزيدك من إبداع يا حنا يا ربي يا حبيبتي ويا ربي يجمعنا سوا والمسلسل بتاعنا ده يتعمل بجد أتمنى ويبقى لي الشرف يعني الشرف ليه يا حبيبتي والله وانا كمان والله العظيم يا رب يا رب أنولها إن شاء الله الفنانة الجميلة وفاق عامر أنا عرفت إن كان فيه عمل حيجمعك بحنان متاوع ولكن لسه ما ظهرش للنور ولكن إن شاء الله بجد يبقى فيه عمل إن شاء الله وانا سمعت إن شانا رجي حيتمنوا العمل لأنه فعلا عمل فيه قيمة حلوة جدا وحنان هتقدم دور مختلف وهتبقى فيها كوميديا وتراجدية وانا بعمل برضو دور مختلف برضو إن شاء الله بإذن الله دكتور مسحة العدل ويا شاب جديد بيخرج لأول مرة وإن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة يا رب إن شاء الله أنا عايزة بارك لحضرتك وأستغلي الفرصة دي وأقول لك ألف ألف مبروك على حكايتي وكنت عمل لدور زي ما وعاتينا وكتفازي كتفازيها يعني بجد بجد بتفاجئينا دايما من شخصية لشخصية والله بجد بالتوفيق أنا كنت ديفي تشرف على فكرة بس عشان يعني الحمد لله إنه عجب الناس وعجبكوا بس أنا كنت ديفي تشرف وما بديش إن أنا أقول كده أنا يعني أحب اللعبة الحلوة حتى لو كان طبعا طبعا إن شاء الله بإذن الله يا رب يا رب ما نتحرمش كلنا من اللعبة الحلوة يا رب يا حبي وهي اللعبة الحلوة هي دي أحلى حاجة يعني حتى برة ديوف الشرف بيكونوا أسماء كبيرة جدا وبينوروا الأفلام اللي بتتعامل وده بيكون حلو ده بيدي تقلل الأعمال لأن النهاردة فعلا ما فيش عمل هيخرج بولد وبنت بس لازم يكون فيه هنا وهنا 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 إحنا زي ما مصر محتاجة إن كلنا نحط قدنا في قدن بعض الفن كمان محتاج إن أي عمل فني يتعامل يبقى فيه مجموعة وكوكبة من النجوم فعلا تنور تبقى واحد وكبرنا على ده على فكرة وتربينا على ده والأعمال الأديمة كلها كانت كده بجد يعني يعني مش فاهمة بجد النظريات دلوقتي اللي هو أنا الأوحد يعني ما ينفعش ما ينفعش وما بيستمرش والله بيستمر فعلا العمل يعني أنا عجبني مثلا المتالسة كان فيه حنان وريهام أيوة الرحلة فنجون رحلة صح صح عجبني مثلا الحمد لله طوفان كان مجموعة من الشبطان كنته كتير آه طبعا كبير لأ فيه حاجات زي الشمس كان مجموعة من الشبطان مجموعة كتير صح خمسة ونص الله بموت في خمسة ونص الحمد لله الحمد لله احتفلي بحلنا وإنا عايزة تبقى عشان تبقوا الناس يحبوا يسمعوها أكتر حناني انت مقلة كمان في البرامج حب موجودة مع صديقتي الغالية العظيمة اللي بموت فيها طبعا انتي ده ده كلام كبير قوي انتي اللي حببت مبهجة والله حببتي والله حببت كل الفلتين وفلنا جميلة والله صح روحها زي الفلت ربنا يخليك إليه يا رب يعني نورتيني وشرفتيني ونورتيني ويا رب نتقابل على خير والله وماليتي المكان بهجة دايما على فكرة ربنا يخليك إنتي لمبهجة بتمثيلك وبفلك الراقي ربنا يخليك يا حببت مرسي النجمة الكبيرة وفاق عامر وبشكرك جدا على الاتصال ده وعلى المداخلة دي بشكر حياتك جدا شكرا